السلام عليكم عشر سنوات في زمن الربيع العربي وحركات الإسلام السياسي تواجه اختبار الدولة واستطباعات سلطة النموذج في إدارة الشأن العام محاولة اختراق ثنائية المقدس والمدنس لتنزل من عالم السماء وهي معارضة إلى عالم الأرض والناس وهي حاكمة لتجد نفسها وبعد تجارب مختلفة ومعقدة أمام أسئلة الأزمات أسئلة الماهية والهوى وأسئلة التكليف والأدوار حلقة اليوم من قضية وحوار وناقش فيها الدكتور محمد عفان مدير منتدى الشرق للبحوثة الاستراتيجية حول مقاربات حركات الإسلام السياسي في تعاطيها مع الواقع مع الدولة ومع كل التحديات التي تواجهها أنا بك دكتور أهلا وسأل بعد عشر سنوات كما ذكرنا من عمر الربيع العربي تجد نفسها حركات الإسلام السياسي بامتياز تعيش وضعية الأسئلة الأسئلة المربكة والمحرجة خاصة سؤال إعادة التعريف في تقديرك هل هذا السؤال يعتبر الآن أولوية حتى تنطلق من جديد هذه الحركات أو الإسلام السياسي عموماً لتوعيد تشكيل فهم جديد في تعاطيها مع كل ما حاصل الآن نعم أظن في البداية كان هناك واجب قديم للحركات الإسلامية السياسية بوضع توصيف دقيق لمهمتها وبالتالي استراتيجياتها وهيكلها بمعنى أن هذه الحركات دائماً كانت لديها أشكال ملتبسة من العمل الاجتماعي والسياسي بعضها شكل جمعية بعضها شكل حزب أو شبه حزب وفي بعض الأحيان تكون مشتبكة مع الشأن السياسي كجماعة الضغط وكان دائماً هناك تهرب من التحديد ومن الوضوح وبالتالي من الاستراتيجية هل أنت فقط جماعة إصلاح اجتماعي تحاول أن تقوم بتوجيه الشأن السياسي أم أنك بديل سياسي حزبي يطرح نفسه برجال دولة أم أنك ثوري تريد أن تعيد تشكيل النظام السياسي بشكل كامل هذا الغموض وعدم الوضوح أفاد حركات الإسلام السياسي في الحشد لأنه كان هناك أعضاء ومناصرين على وجهات نظر مختلفة لكنه في النهاية أضرها عندما واجهت سؤال الثورات العربية وسؤال الحكم في بعض الدول بعد الثورات العربية فكان هناك واجب مؤجل واجب التحديد فيما يخص الاستراتيجية والشكل والأولويات ثم بعد انتكاسة الثورات العربية أصبح هذا السؤال مضاعفا وأصبح الواجب الموجود ليس واجب من أجل تطوير الأداء بل من أجل إعادة إنتاج الصورة بشكل كامل فالآن أزعم أن هناك تحدي وجود للحركات الإسلامية السياسية في واقع مع بعض الثورات العربية بمعنى أنك إذا فشلت في إجابة هذا السؤال هذا لن يضر فقط أدائك وشعبيتك ومناصريك بل قد يؤدي إلى تجاوزك من قبل الجماهير واستعاب هذا المشروع بأشكال أخرى بفاعلين آخرين في تقديرك كيف يمكن تشكيل السؤال لأنه الآن كثير من الأسئلة المطروحة ومساوية مختلفة ولكن تشكيل هذا السؤال الآن سؤال المرحلة سؤال حضاري هو في تقديرك كيف يمكن الأولوج إليه نعم طبعا في عدة إشكاليات أو عدة مستويات تحتاج إلى مراجعة البعض يبدأ بفكرة السلوك السياسي كيف تصرفت الحركات الإسلامية السياسية مع الصورات العربية وهذا سؤال أظن أنه سؤال تفصيلي من وجهة نظري يعني إذا كان اشتراك الإخوان المسلمين في مصر في انتخابات الرئاسة هل هذا صح أم خطأ سلوك حركة النهضة مثلا مع خصومها العلمانيين صح أم خطأ هذا السؤال الخاص بالسلوك أظن أنه ليس الأهم وحمال أوجه من بشكل أو بآخر السؤال من وجهة نظري والمدخل الأساسي هو ما هي المهمة إلا من يكن مبرر وجود الحركات الإسلامية السياسية بمعنى أنك تريد أن تقدم بديل مبني على الشريعة طيب هل فكرة وضع أو صياغة الشريعة في قالب أيديولوجيا ووضع الدولة كأداة مركزية لهذا المشروع هل هذه الإجابة الأنسب؟ في النهاية أنت أو الحركات الإسلامية السياسية اختارت القالب الأيديولوجي واختارت الدولة الحديثة بين قوسين كأداة لتطبيق هذا النموذج وأصبح نجاح النموذج هو إقامة دولة أيديولوجية تتبنى الرؤية الإسلامية أظن الآن بعد عدة عقود وتجارب مختلفة بعضها فشلت بعضها نجحت بانقلابات مثل حالة السودانية وبعد ثلاثين سنة في السلطة ظهر فشل هذا المشروع فأنا أظن أن الأمر يتجاوز السلوك السياسي أو بعض البرامج السياسية إلى ما هو الهدف ومبرر للوجود أن تتهدف إلى في ظل المجتمعات الحدثية أن تحافظ على مرجعية الشريعة فاعلة في المجتمع السياسي إذن ما هي الإجابة المطلوبة؟ هل الإجابة المطلوبة قد تكون أنك تعيد العمل على مستوى ليس على مستوى الأيديولوجيا بل على مستوى المرجعية؟ وأن تصبح الشريعة الإسلامية هي جزء من عقد اجتماعي دون أن تحتكر أنت بشكل حزبي أو بشكل مؤسسي تمثيل الحزب السياسي أو التعبير السياسي هل شريعة جزء من العقد الاجتماعي؟ نعم هذا سؤال مطروح هل هذا هو الحل أن تصبح الشريعة؟ هناك عدة مقاربات لفهم الشريعة هناك المقاربة القانونية مثلا أن الشريعة مجموعة أحكام قانونية توضع مادة في الدستور وبعض المواد التفصيلية في القانون وهذا هو الشريعة وهناك كما ذكرت المقاربة الأيديولوجية أن الشريعة تقدم نموذج حكم ونظام حكم وبالتالي تطبيق الشريعة هو إقامة هذا النظام أنا أظن الإجاباتين غير دقيقتين وأن الشريعة كمرجعية يمكن أن يخرج منها أفكار مختلفة وأيديولوجيات مختلفة بعضها قد يكون سلطوي بعضها قد يكون ديمقراطي بعضها قد يكون أميال ليم رأس المال الحر بعضها قد يكون أميال لتدخل الدولة في الاقتصاد والهدف هنا والضابط هنا هو فكرة تحقيق القيم الإسلامية الكبرى العدل والشورى والتكافل بين الأمة وأن لا يصبح المال دولة بين الأغنياء هذه النصوص الكبرى والمنطلقات الكبرى للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع أفهم من كلامك بأن الإيديولوجيا أصبحت عبء من صحة تعبيرها وهي أثقل من أن تصرف في سلوكيات اجتماعية أو سياسية في الحكم في المعارضة في حين القيم قادر لها هوا مش أوسع ومساحة أرحب للتحرك هي ليست فقط عبء هي أيضا احتكار بمعنى أنك عندما تذهب إلى الشريعة بنصوصها الأصلية حتى بالخبرة التاريخية الإسلامية سوف تجد هناك وجهات نظر مختلفة فأنت أن تنتقي مثلا تقول والله أنا مع أن يكون مع تمكين الأمة للرقابة على نفسها والأمة هي المنطبة بإقامة الشريعة هذا اختيار هناك رؤية أخرى ترى أن الإمام وأن نصب الإمام هو السلطة والدولة هي الضامن لإقامة الشريعة فالأيديولوجيا ليست فقط عبء وإنما أنت تعطي قراءتك ومقاربتك لتطبيق الشريعة أن ترى الشورى ملزمة ليست معلمة هذا منحة ديمقراطية البعض يرى أن الشورى يعني معلمة وليست ملزمة هذه مقاربة سلطوية فأنت تعطي مقاربتك للشريعة ولفهم قيم الشريعة تعطيها الألف واللام للنظام الإسلامي فهي أصبحت عبء وأصبحت أيضا احتكار لمفهوم الشريعة التي هي مرجعية مفتوحة للمجتمع وللأمة ويتم التداول فيها إلى أنك أصبحت الحزب الإسلامي الذي يعبر عن البرنامج الإسلامي ثم عندما يتحدث في التفاصيل حتى مش التفاصيل الدقيقة حتى في الخلوط العامة لتوجهاتك تأتي بإنحياذاتك الشخصية أو إنحياذات المجموعة أو الحزب الذي تتمثله وتقول والله أن هذا هو النظام الإسلامي فالأمر عبء من جهة ثم أنه احتكار وتشويش على مفهوم تحكم ولكن كانت هناك تجارب أرادت أن تستفيد من روافد الفكر الكوني الإنساني وأنه لا يتعارض لا مع الشريعة ولا مع المرجعات العقدية الإسلامية وفي آخر الأمر فادت واستفادت هنا تجارب حركة النظر في تونس مثلا أو حتى بعض في محطات الأخوة المسلمين في مصر في الأردن في المغرب أيضا في خارج العالم العربي يعني في توركيا ماليزيا مثلا هناك تجارب حقيقة أرادت أن تتجاوز هذه الوقت في تقديرك مدى نجاح هذه التجارب نعم هذا نجاح جزئي في المحتوى لكن تبقى المشكلة في المقاربة بمعنى أن وجود الشريعة بمرجعيتها في إطار الفكر العام الإنساني وتفاعلها معه هذه مسألة إيجابية لكن عندما تقول والله أنا مثلا هناك نص في الشريعة خاص بفكرة عدم احتكار المال وأن يصبح المال دولة بين الأغنياء ثم أنت تقارب هذا المقصد برؤية دولة الرفاه أنا أرى أن الدولة يجب أن تفرد ضراب تصاعدية وتأخذ من الأغنياء وتضعها في الفقراء أو تفاعل مع الرأس الماليين بين قصائل المسؤولية الاجتماعية تقول والله هذه مسؤولية مؤسسات المجتمع والشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات هذه المقاربات هي تفاعل مع فكر إنساني واستفادة منه لكنك في الآخر تضع لها بشكل أو بآخر لافتة وقداسة ما أنها الرؤية الإسلامية للتكافر الاجتماعي ولهذا عندما ترى الإصدارات والأدبيات الخاصة بالفكر السياسي الإسلامي عبر عقود مختلفة تجد أنه دائما يؤخذ ما هو رائج من الأفكار مثلا مثل دوت الرفاه في السبعينيات والثمانيات أو مثل التجربة الديمقراطية الليبرايرية في آخر العقدين ثم يتم إعادة إنتاجها في قالب إسلامي فالمقصد هنا أن الجزء الإيجابي مما ذكرت حضرتك هو أنه في تفاعل وتعاطي ما بين النص الشرعي وما بين الخبرة الإنسانية لكن هناك المقاربة مرة أخرى المؤدلجة والحزبية لمفهوم البرنامج الإسلامي والأدوجي الإسلامية هذا هو غير دقيق لك دراسة تحدثت فيها عن مقاربة جديدة لحركات سياسية الإسلامية وفي هذه الدراسة تحدثت عن مستويات أو سياقات مختلفة لما بعد الربيع العربي في تعاطي هذه الحركات ولم تقول حركات سياسية السياسية الإسلامية 卖 أنت قدمت السياسة عن الإسلامي في تقديرك أنت أربع مستويات تحدثت عنها الاختلاف الجوهري في هذه المستويات في تعاطي كل حركة مع الظرفيات والسياق الأتاريخdern ممكن تقول المشترك المشترك هو عدم النجاح هذا المشترك أنا أردت أن نبحث عن النجاح المشترك هو عدم النجاح هذا في تقديرك أن كل السياقات لم تنجح نعم لدينا بعد التحقيقات العربية هناك أربع سياقات سياق أن الصراعات العربية أدت إلى انفراجة وبداية تحول ديمقراطي مثل الحالة في تونس وفي مصر هناك في سياق آخر كان الحراك لم يكن كافيا بحيث يحدث تغيير في النظام لكنه سنح بمساحة من الإصلاحات المحدودة ربما مثل حالة المغرب أو حالة الكويت أو ربما الأردن هناك في بعض الحالات كان هناك انتكاسة للحراك السلمي إلى صراع أهلي وحرب أهلية مثل حالة سوريا واليمن وليبيا ثم هناك الموجة الثانية من الصورات العربية في عام 2019 التي كانت الحركات الإسلامية فيها بالأساس في السلطة مثل حالة السودان أو متحالفة مع السلطة مثل حالة لبنان والعراق وكان هناك استهداف من الجماهير للحركات الإسلامية السلسية التي في السلطة أو متحالفة معها في كل حالة كان هناك نمط من التحديات المختلفة في حالة مصر وتونس كان هناك تحدي رجال الدولة أنت الآن كنت فعالا في دولة عميقة كيف تتعامل مع الدولة العميقة وكيف تقدم برامج لدولة الدولة نفسها هل عندك رجال دولة يمكن أن تدير الشأن السياسي وتملأ المناصب العامة المهمة في الدولة لأن الربيع العربي فاجأ الحركات الإسلامية السياسية كان هناك شيء من الارتجال ليس فقط على مستوى الأفكار ولا البرامج بل حتى على مستوى اختيار الكفاءات للمناصب وبالتالي كان النتيجة بشكل أو بآخر طبعا أنا لا أنفي وجود تحديات أخرى مرتبطة بالسياق الإقليمي مرتبطة بتحدي الدولة العميقة لكن حتى في هذا الإطار إطار أن يكون دايك برامج وجاهزية ظهر بشكل واضح أن هذا لم يكن الحالة في حالة الإصلاح كان هناك عندما كانت الثورات العربية تؤدي إلى إصلاح جزئي في النظام السياسي كان هناك شعور بأن هناك في حالة تجاذب ما بين هل نقترب من مطالب الجماهير ونشتبك مع الشارع وبهذا يعقد علاقتنا مع السلطة أم أن نقبل بالأجندة المحدودة للسلطة بالإصلاح وهذا سيفقدنا مصدقيتنا عند الجماهير وفي حالتين مثلا في حالة المغرب كان هناك مقاربة أكثر للأجندة الإصلاحية للسلطة بعد ذلك في المسألة الإصلاحية لأنه أنت ذكرت بأن هذه الحركات فوجئت بالربيع وإلى حالة ما فوجئت بالربيع العرب وارتبكت وحصل الارتجال في تقطيرك هل هي فوجئت لأن هناك السياق السياسي الزمن يعني الفوجئية التاريخ أم لأنها في حد ذاتها حركات إصلاحية ومسألة الثورة والحراكة أو هذه التصدعات التي تشهدها المجتمعات والشعوب هي غريبة عنها والله الكلا العاملين يعني طبعا أن يكون الحدث نفسه مفاجئا هذه حقيقة وفاجأت الجميع ليس فقط الحركات السياسية الإسلامية ثم في المسألة الأخرى أنها لم تكن نتيجة الطبيعة الهاجينة لها كما ذكرت في أحيان كثيرة لم تكن لديها هاجس كيف يكون عند حكومة ظل مثلا تتابع الشأن الداخلي وتدرب لجال دولة مستعدة لساعة صفر بالضبط وبالتالي هو المسألتين مسألة أن الوضع كان مفاجئا ثم هي نفسها نتيجة التباسها وعدم وجود أولويات واضحة لها هذا جعلها الأخوان المسلمين في مصر كانوا الحركة المعارضة الأهم يعني ربما عبر عقدين من الزمان لكنها لم تكن لديها يعني كانت تمارس السياسة بارتايم يعني في وقت البزدي لكن لم تكن لديها سواء على مستوى البرامج ونضغها أو على مستوى رجال الدولة تدربهم رجال الدولة قادرين على قدارة الشأن في مصر أشرت دكتور محمد إلى مسألة مهمة جدا في علاقة بسياقات موازية عطلت عمل حركات السياسية الإسلامية بعد الربيع العربي وكانت سبب في الانتكاس أو أيضا في نصف التجربة الديمقراطية التي كانت حركات هذه جزء أصيل فيها تحدثت عن إدارة العلاقات إن كانت مع الدولة العميقة مع الخصوم العلمانيين مثلا في تونس مع المخزن والمؤسسة الحاكمة والمسيطرة في المغرب مثلا أو أعندما بقية الفاعلين في الإقليم في تقديرك هل هذا يعود إلى البنية الفكرية السياسية لدي الحركات التي لم تستطع أن تتعاطم هذا المستجد أم هي لم تستطع أن تتحول بعقل الدولة من المعارضة إلى الحكم نعم أعود مرة أخرى للفكرة الأساسية وهي أن الحركات الإسلامية السياسية كان عندها تناقض آخر مهم وهي أنها تتحدث عن بديل إسلامي وله رؤية مغايرة ومفاصلة للواقع لكنها في نفس الوقت كانت محافظة يعني هي كانت تستهدف إحداث تغييرات جذرية في النظام وفي نفس الوقت هي تتبع في ذلك منحة وصاغت مؤسساتها بشكل محافظ جدا وليس فيه النفس الثوري هذا وبالتالي هذه الإشكالية الأخرى عندما طرح سؤال التغيير عليها كانت مرتبكة وأحيانا تستخدم خطاب تغييري وثوري وأحيانا تكون تعاملاتها مع الدولة العميقة يعني كان هناك شيء من الارتباك الذي لم يمكنها بالمناسبة نحن نحاكم الحركات على أجندتها ليس على رؤية نحن فأنت تريد أن تنشئ يعني إما تكون ثوري فتنجح في إقامة نظام جديد وإنشاء نظام جديد أو أنك محافظة تصل إلى تفاهمات مرضية مع الدولة العميقة هو في الحالتين لم ينجح في ذلك هو كان مشاغبا أكثر أن يحدث احتجاجيا وبالتالي هو كان يعني لم يصل إلى تفاهمات ما ربما مع الدولة العميقة وإن كان هذا ليس إيجابيا بطبيعة الحال ولم يكن ثوريا وعنده اتساق ما بين أفكاره وما بين مؤسساته بحيث يصبح قادر على أن يكون ينجح في ترويض الدولة العميقة فمرة أخرى هناك يعني الانتقال يمكن بالذات في الحالة التونسية كان هناك يعني مرحلتين من وجهة نظري في مرحلة هي التجاوز الصدمة الخاصة بالارتباك الربيع العربي وهذا ربما كانت هناك في نجاح جيد في حركة النهضة عندما في النهاية في صيف 2013 حتى يناير 2014 وصلت إلى شيء من التفاهمات وتسكين الأوضاع لكن النقلة الأخرى انتقال من عقلية الاحتجاج إلى عقلية رجال الدولة إلى عقلية جزء من السلطة السياسية لم تنجح في هذه النقلة بشكل جيد وهذا ربما أكثر للنماذج الإيجابية ومرونة في هذا السياق طيب في قراءتك للنموذج المصري لأنه ضرب التجربة المصرية وليس بالضرورة ضرب حركة الإخوة المسلمين ضرب التجربة المصرية طبيعة حركة الإخوة المسلمين كانت في طالعة وتتصدر التجربة هل هو فقط تعتمد على هذه النتوءات الموجودة في بنية الحركة والتم اختراقها عن تحدي سياسي مفكريا أما أنه فعلا العامل الخارجي أقوى من قدرة هذه الجماعة على الصمود نعم بداية طبعا لا يمكن تحميل انهيار التجربة للتحول الدموقاتي في مصر فقط للإسلاميين هذا ليس دقيقا وليس تحمل ومجزء من حراك كامل بالتأكيد لكن عندي قناعة في هذا الإطار أن الخارج لا يتمكن من الداخل إلا بقدر انكشاف الداخل للخارج يعني الإخوان المسلمين بتجيد مصر دولة لها تعقيدتها وهناك صراع كبير ما بين أطراف إقليمية ودولية على كيف يتم احتواء ما يحدث في مصر وتحجيمه أو عكسه عكس عقارب الساعة هذا كان موجود لكن الداخل المصري كان منكشفا بشكل جعل هذه التدخلات الخارجية تنجح في تنفيذ أجندتها فبالتالي نعم كان هناك حزب معقدة لكن هذه الحزب معقدة بمناسبة كانت موجودة في فترة مبارك يعني كان عند سؤال هل يرحل مبارك أم لا يرحل مبارك حتى سمعنا هذا في كثير من أن المبارك لجب أن يظل لكن لأن الداخل كان متماسكا وكان متفاهما وكان عنده أجندة إصلاحية متفق عليها نجح في أن يفرد أجندته وأن يتكيف الآخرين مع هذه الأجندة لكن بعد ذلك انقسام القوى السياسية المدنية والتساهل مع فكرة فلنحاول أن نستوعب الجيش لصالحنا لكي نتقلص من خصومنا المدنيين وأخطاء أخرى كثيرة من انفصال عن الشارع وأمور أخرى كثيرة هذا جعل مهمة الأطراف الخارجية سهلة بعد نزع الشرعية عن الثورة وإجابة على هذا الطرح أو هذا التفكيك نجده في 2019 مع موجة جديدة لعبية العربية عندما أصبحت الحركات الإسلامية جزء من السلطة وجزء من دولة النموذج السوداني أيضا في لبنان وفي العراق إذن 2019 ممكن يأتي بإجابة جديدة من خلال أن السؤال الآن أصبح معكوسا أصبح الشارع يسائل الحركات الإسلامية بالضبط وهذه المفارقة تجد أن خطاب الحركات الإسلامية السياسية في السلطة تجده استنساخ لخطاب السلطويات العربية أن هذه مؤامرة أن هناك مطالب عادلة لكنها تم استغلالها من قبل خصومنا وكأن الصورة مقلوبة يعني ما كان يقال على حراك الحركات الإسلامية في الموجة الأولى من السورات العربية أصبح يتم استنساخه وحديث الأجندات والاختلاقات يتم استنساخه والأهم في الموجة الثانية حقيقة أنها عمقت يعني من جزء عمقت سؤال الهوية وسؤال الأدوار وسؤال الشرعية هذا أولا ثم أنه أعطته صيغة متجاوزة للتصنيف المذهبي بمعنى أنه في الموجة الثانية كانت الحركات الإسلامية السياسية الشيعية حزب الله في لبنان وتحالفات الأحزاب الإسلامية في العراق أصبحت الموجة الأولى كانت أضرت بالأحزاب السياسية الإسلامية السنية لكن أصبحت الأزمة والحاجة المراجعة تأتي متجاوزة للانقسام المذهبي مع الموجة الثانية طيب الآن المدخل لمحاولة بناء منصة أو ورشة تفكير واسعة من أجل أن الحركات السياسية الإسلامية كما سميتها وليست حركات الإسلام السياسية كيف تجد هذه الأجوبة وتنطلق نحو القيام على الأقل بدورها لتعتقد بأنها مناطة بيكا حركات السياسية اجتماعي أو حركات سياسية وأحزاب تذهب إلى السلطة نعم يعني يمكن مسألتين السياسين أظن أنهم مهمين أول حاجة هي إعادة تعريف مهمتها في ضوء نزع الأدلجة عن مشروع نزع الأدلجة المحتكرة عن مفهوم تطبيق الشريعة فلتبدأ في البداية أنا أريد أن يكون لدي دور فاعل في عادة الشريعة كمرجعية في المجتمع هذا السؤال كيف يتم تحقيقه في مجتمع حداثي الذي أصبحنا نعيش فيه الآن هذا سؤال محوري جدا وانطلاق مهم جدا ثم الاستراتيجية أنت عندك استراتيجية أنك تحول إلى حزب سياسي وحاول أن يصل إلى السلطة ويستخدم الدولة كأدالي الأسلمة بعد هذه التجربة هل مازال لديك نفس الاستراتيجية أم أنك تريد أن ربما يكون لديك مجتمع ناشط وتقليم الأدوار الوظيفية للدولة الخاصة في المساحة الأخلاقية والدينية وجعل هذه مسألة خاصة بالمجتمع والتدافع والتناصح المجتمع ربما فهذه مسألة سؤال الشريعة وسؤال كيف يتم تفعيل دور الشريعة في المجتمع في المجتمع هذا السؤال الأول ثم الآخرين وليس الآخر فقط هو الآخر الحزبي الغير إسلامي حتى المؤسسات الدينية الرسمية الحقل الإسلامية السياسية فيه خصومة مع كثير من هذه المؤسسات حتى التشكيلات المؤسسية الشعبية الخاصة بالتدائم الشعبي الذي يغلب عليه طبع صوفي يعني مهمة تطبيق الشريعة ومهمة حضور الشريعة في المجال العام وتفاعلها هذه ليست مهمة حزبية ولا مهمة حصرية للحركات السياسية هذه تفاعلات أمة بأشكال مختلفة وبالتالي سؤال الآخر سؤال المهم بعد أن تحدد دورك وتحدد الشكل المناسب وتوجهك المناسب لهذه المسألة سؤال الآخر كيف يتم ترميم علاقتك مع هذا الآخر هذا الآخر الذي هو جزء من المجتمعات جزء من الأمة الإسلامية علماء وحركات صوفية وأحزاب والشارع حتى والشارع بالضبط كده كيف تقوم بترميم علاقتك مع هذا الآخر سؤالين مهمين جدا أظن سيحددوا مستقبل حركات الإسلامية السياسية في الفترة القادمة الكل يبدو أن الحركات السياسية السياسية فتحت ورشات وعديد من الحركات بدأت تفكر وتوسأل نفسها حتى الآن أجد هذا العمق في المغرب هناك محاولة أيضا في تونس هناك بعض الأصوات تدعو إلى المراجعة في كل دول يعني في مصر في الكويت في الأردن في لبنان حتى الآن يعني في الظرف الأزمة هناك أسئلة حقيقية ومربكة أيضا على كل الحديث الحقيقة ذو شجون وممكن يدفعنا إلى ساعات وساعات ولكن لذيخ الوقت إن شاء الله نواصله في مراحل مناسبات قادمة أشكرك دكتور محمد عبدان مدير منتدى الشرق للبحوث الاستراتيجية لشكر زملاء في الأدد وتنفيذ لكم مشاهدينا كرام على حسن المتابعة حتى نلتقيكم في أمان الله ترجمة نانسي قطوة